أستاذ محمد يتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وكاته أستاذ محمد إزاي الفضل الشيخ فضل ونعم الحمد لله أنا سامح حضارك أستاذ محمد كنت بس ألا فندم فحضرتك هل الحقوق الزوجية بين الزوج وزوجته بتتغير بتغير الوقت وهل لو حصرت مشكلة كبيرة جدا لقدر الله بين الزوجين يعملوا إيه عشان خطر الأمور ترجع تصفتاني بينهم طيب أقول لحضرتك أقول لحضرتك الجواب يا أستاذ محمد أول حاجة السؤال الأولاني ده في سن تفخ كده اللي هو بيقول إيه هل الحقوق الزوجية بتتغير بتغير الزمان هو عايز يقول إيه عايز يقول إيه لا على فكرة الحقوق الزوجية دي سبتة بالشرع الشريف وربنا هو اللي مسبتة طيب ما فيه طريقة تانية بدل ما نضغط على إن إحنا نستخرج الحقوق من حد هو حاسس إننا ما بقومش بواجبي عشان يحصل الحقوق طيب نبتدي مشوار تاني وهو ده جواب على السؤال التاني جواب على السؤال التاني مقام حصل في البيوت ممكن البيوت ترجع تاني ليه طيب؟ لأن البيوت لها كأنها لها حالة من حالات نمان والتأمين مين اللي ضمنها ومين اللي مأمنها؟ الله وجعل بينك مودة ورحمة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تعالوا بقى نشوف إزاي كده؟ أنا أقول لحضرتك مؤقتاً لو أنك أنت أنت بتقول لي نحل إزاي؟ هقول لحضرتك حاجة تعملها وإذا ما جابتش نتيجة في 3 تشهر تجيلي على مركز الإرشاد الزواجي أول حاجة ابتدي اعمل حوار مع زوجة حضرتك وتكلموا عن المستقبل والسعادة كل يوم نصف ساعة كل يوم نصف ساعة تاني حاجة ليه طيب؟ لأن هذا الكلام يقرب القلوب ويجعل هناك ألفة واليوم اللي ما تتكلموش فيه قضوف اليوم التالي يعني تتكلموا ساعة فلازم تتكلموا نصف ساعة هتقول لي كتير ما كانت الناس بتشرب شاي العصاري مع بعض كل يوم ما أنتوا قاعدين كل واحد مسجد تليفون أنا أسألك سؤال هو الأحب إلينا أن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا نهدر حياتنا على التصفح صفحات السوشيال ميديا طيب بنصف ساعة تاني حاجة اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية مش لازم تاكلوا دي مش دعوا على العشق اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية تعملوا فيها إيه؟ تخرجوا تشربوا حاجة وترجعوا تاني سواء هتمشوا على رجل ليكم هتلفوا عربية بس خروجة أسبوعية من غير الأولاد تالت حاجة وقف عنده هنا لأن فيه أربع خطوات تانية تالت حاجة أرجوك امتني ليها يعني مثلا لو هي سمعاني دلوقتي وانت قمت بالمبادرة دي هي تمتني ليك ان انت بدرت وسألت عشان تعجل بي المصالحة بينكم وإصلاح ذات البين فهي تمتني ليك وتقولك أنا على فكرة ممتنة وشكرا لحضرتك وشكرا لك ان انت حاولت تسعى في الصلح وتسعى بان احنا تسأل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوسل لنا أمورنا فعالأقل لازم نمتني البعض خمس مرات في اليوم هي تمتني ليك بس تمتني على أشياء فعالية بتقع في حياتكم مش أشياء من الخيال انت عملت حاجة كويسة هي تمتني لك هي عملت حاجة كويسة تمتني لها مهما كان الحاجة دي صغيرة لو عملنا كده انا اظن ان ده هيعمل فرجة وساعتها نبتدي نعمل ده واذا ده ما جابش نتيجة في خلال 3 شهر انا منتظر حضراتكم في مركز الاشياء الزواجي ترجمة نانسي قنقر